اهلا بكم من جديد اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على اهمية مواصلة تعزيز الفرص الاستثمارية مع ضمان العمل في اطار تنافسي بما يرفض القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وجاء ذلك لدى مشاركة معالي في الجلسة الثانية من اعمال المؤتمر الثامن عشر لاصحاب الاعمال والمستثمرين العرب حيث اوضح ان مصرف البحرين المركزي يتيح الفرص النوعية للابتكار والابداع في القطاع المصرفي مع المحافظة على وضع البنوك التقليدية مشيرا الى اهمية التوسع في دمج مؤسسات القطاع الخاص للابداع والابتكار في مختلف مبادراتهم بما يخدم المسيرة التنموية للمملكة ويعود بالنفع على الوطني والمواطني كما وكشف سعادة المهندس كمال بن احمد وزير الاتصالات والمواصلات عن استثمار ما يقرب من 700 مليون دولار في البنية التحتية الذكية التي تشمل الفايبر اوبتيك وشبكة الهواتف النقالة مؤكدا ان مملكة البحرين تعد من اوائل الدول التي قامت بتغطية شاملة لشبكة الفايف جي والنطاق العريض وقال سعادة الوزير في الجلسة الاولى لمؤتمر اصحاب الاعمال والمستثمرين العرب ان حكومة المملكة استطاعت ان تؤسس مناخا داعما للشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا ويتم العمل حاليا على وضع القوانين التنظيمية المعاونة لعمالهم المتطورة نظمت جمعية مصارف البحرين لقاء مفتوحا تحدث فيه مسؤولون المان من مركز فرانكفورت عن تأثير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بريكزيت على المشهد المالي الاوروبي اضافة الى التأثير المحتمل على الاوضاع المالية في مملكة البحرين والمنطقة كما استعرض اللقاء التعاون المالي والبنكي بين مملكة البحرين والمانيا واضح الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين ان هذا اللقاء يأتي في اطار حرص الجمعية على جمع اعضائها مع قيادات مالية ومصرفية في المنطقة والعالم وتعرف عن كثب على احدث تطورات ذات صلة بالقطاع المالي والمصرفي وقال المدير الاداري لمجموعة فرانكفورت المالية هوبر توسفاف انه ما بين 700 الى 800 مليار يورو من الاصول في لندن سيتم نقلها الى المانيا بعد انسحابها المحتمل من الاتحاد الاوروبي ونتابع الآن سعر صرف الدينار البحرين مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع النشرة مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم البداية مع بورصتنا المحلية فقد اقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته 0.37% مغلقا تدولات عند مستوى 1520 نقاط وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات وقد تجاوزت كمية الاسهم المتداولة مليونين ومئتين وثلاث وستين الف سهم بقيمة اجمالية تجاوزت 272 الف دينار تمت في ذوها من خلال 62 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على اسهم قطاع البنوك التجارية اما بنسبة الى غلاقات باقي البورصات الخليجية السوق المالي السعودي اقفلت على ارتفاع بمستوى 0.74% واقفلت تداولاتها عند مستوى 7981 نقطة بورصة الكويت اقفلت على ارتفاع طفيف بنسبة 0.04% مقفلة تداولاتها عند مستوى 6259 نقطة سوق ابو ظبي للأوراق المالية اقفلت على تراجع بنسبة 0.24% مقفلة تداولاتها عند مستوى 5075 نقطة سوق دبي المالي اقفلت على تراجع يزيد عن 14 النقطة المئوية منهية تداولاتها عند مستوى 2662 نقطة اخيرا سوق العاصم العماني اقفلت على تراجع يقل عن 15 النقطة المئوية باقفل عند مستوى 4053 نقطة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة تواصلت فعاليات معرض ومؤتمر ابو ظبي الدولي للبترول اديبك 2019 في مركز ابو ظبي الوطني للمعرض والتي تستمر حتى الرابع عشر من نوفمبر الجاري بمشاركة اكثر من 2200 جهة عرضة وتعد هذه الدورة الاكبر في تاريخ اديبك الذي استطاع ترسيخ مكانته بوصفه الحدث الاكثر نفوذا وتأثيرا في قطاع النفط والغاز في العالم وجاء خلال الفعاليات اعلان شركة الانشاءات البترولية الوطنية التابعة لصناعات الاماراتية عن اثقل منصة بحرية ثابتة واوحدية الكتلة في العالم كأحد ابرز المشاهد لفعاليات معرض ومؤتمر ابو ظبي الدولي للبترول اديبك 2019 قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان العقوبات اثرت على البلاد ما دفعهم لاتخاذ اجراءات البقاء على صلة بالعالم واضاف ان ارتفاع الدولار عند الصرفين ناجم عن ادخار الاموال النقدية في المنازل حيث قام اللبنانيون بسحب ما قيمته ثلاث مليارات دولار من الوداع لدى القطاع المصرفي لتخزن في منازلهم وزاد سلامة انهم عرضوا على المصارف الاستدنة من مصرف لبنان بفائدة 20% لتأمين حاجاتها من السيولة وبالدولار ولكن هذه الاموال التي تستدان غير قابلة لتحويل الى الخارج نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شركة بوينغ تتوقع استئناف عملية تسليم طائراتها من طرال 737 MAX في الشهر المقبل اتفق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على فرض عقوبات اقتصادية ضد تركيا بسبب اعمال حفر تقوم بها قبالة الساحل القبرصي فيما يضع الاطار القانوني لحظر سفر وتجميد ارصدة ويهدف القرار الى معاقبة انقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة ويأتي ذلك بعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الاوروبي لانقرة بسبب توغلها يوم التاسع من اكتوبر الماضي في داخل سوريا التقى الرئيس الصيني شي جين بينك في اثناء الرئيس اليوناني ورئيس الحكومة ودعا الى تعزيز تجارة الثنائية مع اليونان الراغبة في جذب استثمارات جديدة بعد خروجها من ازمة مالية استمرت عشر سنوات ووفقا لمصدر في الحكومة اليونانية فقد اعلن الرئيس الصيني عن الاعداد لتوقيع 16 اتفاقية في مجالات الطاقة والتجارة البحرية لاسيما في مجال تطوير وتوسيع ميناء بيراليوس بالقرب من اثناء وفي مجال الطيران والتعليم ومشاريع استثمارية متبادلة وتصدير المتجات الزراعية اليونانية الى الصين ونتابع الآن ابرز مؤشرات الاسواق العالمية واسعار النفط والمعادن الرئيسية وفي الخبر الاخير قالت شركة بوينغ انها تتوقع استئناف عمليات تسليم طائراتها من طراز 737 ماكس في الشهر المقبل ما دفع السهم للاعتفاع باكثر من 4% وتم ايقاف طائرات بوينغ 737 ماكس منذ منتصف مارس الماضي بعد ان اسفر حادثان عن مقتل 346 شخصا واضافت الشركة الامريكية انها تتوقع ان تستئنف طائراتها 737 ماكس الخدمات التجارية في الولايات المتحدة في شهر يناير المقبل على ان تعود لاستئناف عمليات التسليم في شهر ديسمبر ترجمة نانسي قنقر